نشوف برضو إيه اللي بيحصل في المغرب أهلا بك فاروق وحمد الله على السلامة يعني شرح لنا بقى الدنيا ماشية إزاي طبعا برحب بك كابتر إسلام كل التحية لك كابتر إسلام طبعا برحب بضيوفك الكرام الدكتور محمد جمال والأستاذ عيمان جلبرتو كل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النديل ألي في كل مكان من هنا من المغرب وبالتحديد الكازابلانكا وآخر طبعا التفاصيل خاصة بوصول بعثة فريق النادي الأهلي لمقار الإقامة استعدادا لمواجهة فريق الوداد في مباراة النهية طبعا لدور أبطال إفريقيا البطولة طبعا اللي بنتمنى إن شاء الله أن النادي الأهلي يعود إلى القاهرة متوج به البطولة طبعا ويحافظ على لقبه للعام الثالث على التوالي من دقاق طبعا كان وصولنا إلى فندق الإقامة كابتر الإسلام اللي بيأبعد عن مطار محمد الخامس بـ 30 ديئة أعيز أقول لك إن الأجواء أكثر من رائعة طبعا وجود مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب بيوصل رسالة مهمة جدا طبعا للعاب النادي الأهلي إن المجلس بالكامل إحنا في خلفكم عندنا ثقة في اللعبين في الوقت أنا أكلمك فيه اللعبة بتتناول حاليا وجبة للعشاء طبعا ثم خلاص في أقل من دقايق طبعا تم تسكين اللعبين في الغرف وطبعا دي من النقاط المهمة جدا يعني كان وجود الكابتن ساد عبد الحفيز وكابتن سامير عدلي قبل وصول البعثة بـ 24 ساعة ساهله هذه الأمور عايز أكلمك في نقطة كابتن إسلام وديها تبقى حاجة حصرية من خلال قناة النادي الأهلي وديه الأول مرة تعرف طبعا كابتن إسلام أن النادي له حامل اللقب في آخر نسختين وطبعا قبل المباراة النهائية طبعا بيتم إرسال فاكس أو خطاب من الكاف للفريق البطل أو حامل اللقب باستدعاء الكاس طبعا لإجراء عليه بعض الأمور طبعا وتجهيزه لكن أقدر أقولك أن بعد التواصل مع مسؤول الكاف تم استحداث نسخة جديدة ولكن بنفس الشكل وبنفس المواصفات نسخة جديدة تم تصنعها من قبل مسؤول الاتحاد الأفريقي هنشوفها الأول مرة في المباراة النهائية طبعا النادي الأهلي هو حامل اللقب في آخر نسختين النادي الأهلي لم يتلقى أي خطاب بإحضار الكأس معاه إلى المغرب أو تسليمه للاتحاد الأفريقي الاتحاد الأفريقي صمم كأس بنفس الشكل يا كابتن إسلام هتكون موجودة إن شاء الله النادي الأهلي لو استطاع بإذن الله وبمشيئة الله أنه يفوز بالبطولة للعام الثالث على التوالي إن شاء الله يحتفظ بالبطولة طبعا ده كان سؤال من الكابتن سامير عدلي إلى مسؤول الكاف إن شاء الله النادي الأهلي يحتفظ بالبطولة للعام الثالث على التوالي يحتفظ إلى الأبب بإذن الله عايز أكلمك برضو يا كابتن إسلام على الكواليس اللي احنا لمسناها النهاردة في رحلة الفريق طبعا زي ما قلنا وصول اللعبين للمطار القائرة بعد أداء التدريب الرئيسي على ملعب مختار التيتش طبعا أكيد حضرتك طبعا استفدت في الكلام والحديث عن هذا الأمر وجود طبعا زي ما قلنا مؤمن زكريا وقهربا كان رسالة مهمة جدا أحمد ياسر ريان ودور لقابة النادلالي في حالة الدعم المهمة مستر بيتسو موسماني وكلامه مع الجهاز الفني يعني وحنا في الطائرة كابتن اسلام قاعد بيذاكر يعني فيديوهات لفريق الوداد على كل التفاصيل الفنية الخاصة بفريق الوداد المغربي حالة التفاول اللي احنا بنقول عليها ولكن زي ما بنقول يعني لعبة النادلالي ان شاء الله يكونوا موفقين في المباراة وان شاء الله يعني توفيق من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نكون يعني في يومنا وشخصية النادلالي ان شاء الله ربنا يكرم في هذه المباراة طبعا فيه تفاصيل كتير جدا فنية مستر بيتسو موسماني طبعا بيشتغل عليها سواء فيه للتدريبات او يشتغل عليها خلال الفترة القادمة لكن اقولك ان الاجواء ما بين اللعبين شوفنا جلسات ود يعني جلسات سنائية كابتن سامي قمصان زي ما قلنا اتكلم مع اللعبين ايضا اللي انتعرف فيه دوتهات ما بين اللعيبة مع حمد مجد أفشا مع محمد شريف حسام حسن مع كريم مع ياسر إبراهيم كريم فؤاد ومحمد هاني مصطفى شبير وحمزة دور مهم جدا للكابتن محمد الشيناو الكابتن وليد سليمان وايمن آشرة فورام ربيعة وكابتن النادي الالي في تجديد الدوافع طبعا وتحفيز اللعبين والتعرف ان هي المبارات اللعيبة يا كابتن اسلام طبعا وشخصيات اللعبة للنادي الالي ان شاء الله تكونوا موفقين في هذه المباراة عايز اقول لك كواليس اليوم او تفاصيل اليوم غدا بمشيئة الله يعني احنا في البداية انت بتتكلم كابتن اسلام احنا حاليا درجة الحرارة في المغرب 18 درجة موية وزي ما قلت لحضرتك في المكالمة السابقة ان الاختلاف التوقيت ان طبعا المصر يعني بتسبق المغرب بساعة فرق ساعة بالزبط الفريق طبعا هيكون يوم وغدا بمشيئة الله تناول وجبة الافطار في تمام الساعة العشرة صباحا ثم وجبة الغداء في تمام الساعة الثالثة ثم في محاضرة فنية المصدر بيتسو موسيماني يكون في تمام الساعة الخامسة والنصف ثم التحرك الى ملعب المباراة الملعب اللي هيقد عليه لتدريبات فريق النادي الالي وملعب الاتحاد البيضوي اللي كان قد عليه تدريبات النادي الالي لتدريباته في يعني اثناء وجوده لمواجهة فريق الرجاء البيضوي المغربي طبعا هيكون التدريب الاول لفريق النادي الالي وكابتن سامير وكابتن سيد أثنو على أرض الملعب. في نقطة في غاية الأهمية كابتن إسلام عايز أتكلم مع حضرتك فيها بخصوص الجماهير. نعم. فضل. كابتن إسلام. في نقطة مهمة جدا طبعا يعني بعد الخطاب اللي أرسله للاتحاد الأفريقي بتحديد العدد العشر تلاف للأهلي عشر تلاف للوداد وعشرين ألف للجمهور العام. يعني كلينا حديث مع يعني أفراد باسة النادي الأهلي أو المسؤولين في النادي الأهلي قالك كنا عايزين الأمر يعني اطلع خليك فير اطلع قولن العشرين ألف الجماهير الوداد أو تلاتين ألف الجماهير الوداد. ما هو قالك ايه هو قالك جمهور عام. عشر تلاف وعشرين. فكذا المفروض يقول جمهور عام بين قصين الوداد. بالظبط يا كابتن إسلام يعني دي نفس نقطة. يعني اطلع قولن بالظبط يا كابتن إسلام دي نقطة مهمة جدا يعني يعني أثرت الكلام الحديث مع أفراد باعث التفاريق النادي الأهلي لهذا الأمر كان ليه طبعا حديث مع بعض أفراد الجالية المصرية اللي هنا في المغرب اللي كانوا مبعضهم موجود في الاستقبال باعث التفاريق النادي الأهلي طبعا وفي أعدادها تكون موجودة ويعني بيحاولوا نما يكونوا موجودين في المغرب. أيضا في نقطة مهمة أن بعض الجماهير الرجاء البيضاء والمغربي بتحاول الحصول طبعا على التفاكر المباراة طبعا يعني مساندة أو مؤذرة النادي الأهلي. انتعارف طبعا حالة الدلة بتقبل ما بين جماهير الرجاء والوداد هنا في المغرب تقدر تقول برضو كابتن إسلام أن الأجواء هنا الأجواء هنا أكثر من رائعة حالة التفاقل عند العدين إن شاء الله. تفاقل بحظر كابتن إسلام. إن شاء الله نكون موفقين. اللعيبة تكون في كامل تركيزها في أكثر من دور بيقوم به الجهاز الطبي. الجهاز الفني أنا موجود معك كابتن إسلام لو في أي استفسار خالص أنا بس بقول لك أن أنتو عندوكم شغل كتير جدا. كل جمهور النادي الأهلي ينتظر تقم العمل المخصص لنقل كل بعثة النادي الأهلي. كل ما يحدث من بعثة النادي الأهلي كل ما هو متاح طبعا لنا إن احنا ننقله لحضراتكم. فعندوكم شغل كبير جدا لتلات أربعة ايام اللي جاية لنقل كل الأحداث اللي بتحصل قدامك. انت ما بتعملش حاجة أن انت بتنقل لكل جمهور النادي الأهلي من خلال شاشة قناة الأهلي ويتفرج على شاشة قناة النادي الأهلي عشان يعرف فريقه بيتحرك إزاي بيتمرن إزاي بيعمل كل حاجة إزاي. وأنا عارف أن انتو قداموا قدودوا. إن شاء الله ربنا يكرمكم ترجعوا بالكاس منصورين إن شاء الله يا فاروق وحمد الله على سلامتك وحمد الله على سلامة الكرو كله شادي وأحمد وكل الناس اللي موجودين إن شاء الله تعملوا شغل رائع لكل جمهور النادي الأهلي